السلام عليكم قرار قضائي عاجل بشأن اليوتيوبر صاحب مقلب عريس الدقهلية قرر قاضي المعارضات بمحكمة منية النصر اليوم الأربعاء تجديد حبس اليوتيوبر صاحب واقعة العريس المختطف بالدقهلية وثلاث شركائه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات كان مدير أمن الدقهلية قد تلقى اختاراً من مدير المباحث الجنائية يفيد بتداول مقطع فيديو يظهر تعرض عريس للاختطاف من أمام قاعة أفراح بمدينة منية النصر بعد انتهاء حفل سفافه مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً وأظهر مقطع الفيديو المتداول وقوف العروسين وأسرتيهما والمدعوين أمام قاعة الأفراح بعد انتهاء الحفل وأثناء مساعدة العريس عروسه في استقلال سيارة الزفة جاءت سيارة أخرى بيضاء اللون وتم جذبه داخلها وفرت هاربة وبفحص مقطع الفيديو المتداول تبين أن العريس يضع أحمد جمال يبلغ من العمر 31 عاماً نقاش مقيم بعزبة حمادة التابعة لمركز الكنز وزوجته تضع أمل البدراوي محمد أحمد 18 سنة ربة منزل حيث أنشأ الزوجين قناة على اليوتيوب وبثاً عليها مقطع الفيديو الذي ادعى فيه تعرضه للاختطاف وبعد ساعات ظهر العريس في مقطع آخر أكد خلاله أن ما حدث مصحة ومقلب متفق عليه مع أصدقائه وأسرته لم تكن تعلم به وتم الإعداد لتنفيذ المشهد التمثلي لتحقيق مشاهدات على قناته وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الضقهلية من ضبط الزوجين وخمس آخرين والسيارة المستخدمة في الواقع وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة والتي أمرت بإخلاء سبيل الزوجة وشقيقتي العريس وتجديد حبسه وزوج شقيقته وصديقيه على ذمة التحقيقات ويواجه المتهون تهم نشر فيديوهات وشائعات كاذبة مصطنعة تسببت في إثارة الفتنة في السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق ضرار بالصالح العام وإذاعة شائعات كاذبة تسببت فيه تعكير السلم العام وإحداث حالة من الفزع واستخدام تقنية في نشر الشائعات والمعلومات الكاذبة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد